سيد الشيخ قضية التبرع أصلا في الإسلام كيف تعالج من ناحية المفاهيم وأيضا من ناحية الحظ عليها وكيفية التطبيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالتبرع كما يعرف أهل العلم هو بذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض المطلوب مرة أخرى هو بذل المال في الجهات المحدودة أو المحددة لغير عوض المطلوب يعني لا يرجو المتبرع بدل عن هذه العوض يعني عندنا العقود عقود التصرفات إما أن تكون عقود معاوضات كالبيع والإيجارة وما شفى ذلك أو تكون عقود تبرعات عقود التبرعات هذه يدخل فيها الصدقة والهبة والوقف والوصية وما أشبه ذلك هذه كلها لا يرجى فيها عوض وإنما يبتغى فيها محض السواب من الله جل جلاله هذه التبرعات هل هي على سبيل الوجوب أحيانا أو أن الأصل فيها أنها على سبيل الند هذه الإجابة تنبني على معرفة خلاف بين العلماء عنوانه أفي المال حق سوى الزكاة الأمر العلماء يقولون الحق الواجب الزكاة فقط فمن أخرج زكاة ماله لا يجب عليه شيء سواها واستدلوا على ذلك بحديث أبي طلحة رضي الله عنه في قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه الأعرابي الذي جاء ثائرا للرأس يسمع الصحابة دوي صوته ولا يفقهون ما يقول فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات الخمس وسأله عن الزكاة والصيام والحج ثم قال له هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق وكذلك حديث أبي هريرة وهو أيضا في صحيح البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إن أنا عملته أدخلني الله الجنة فذكر له عليه الصلاة والسلام هذه الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج فقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا واستدلوا كذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أديت زكاة مالك فقد وقيت شره فجمهور العلماء قالوا ليس في المال حق سوى الزكاة لكن بعض العلماء على رأسهم الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله قالوا بل في المال حق سوى الزكاة واستدلوا على ذلك بالقرآن وبالسنة في القرآن قول ربنا جل جلاله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن للبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب ثم قال وأقام الصلاة وآت الزكاة إذن قوله جل جلال وآت المال على حبه مع كونه محبا لهذا المال ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب هذا شيء غير الزكاة لأن العطفة يقتضي المغايرة ومن هذا الباب فتحوا باب التبرعات وأنه يوجد حق في مال غير الزكاة نعم باب التبرعات باب كفالة القريب الذي لا يجد كافلة باب الإنفاق على الوالدين وكذلك لو كان بالدولة حاجة إلى المال في تحصين الثغور المانعة أو في تحرير الأسرى من المسلمين إذا كان تحرير يحتاج إلى فداء وكذلك الإنفاق على المصالح العامة واستدلوا أيضا بقوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة واستدلوا بقوله تعالى عن أهل جهنم عياذا بالله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وبقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قالوا هذا غير الزكاة لأن الآية مكية في سورة الأنعام التي نزلت دفعة واحدة على رغم أنها يستدل بها في قضية الزكاة الزروع نعم الجمهور يستدلون بها مع أن زكاة الزروع بيان مقاديرها إنما هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر فقالوا وآتوا حقه يوم حصاده هذا الحق إنما هو ما يكون عند الصرام عند الجذاذ تعطي المساكين وكذلك ما تساقط منه تركه لمن يأخذه من الفقراء المساكين وكذلك استدلوا بآية الماعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون عارية الدلو والفأس والقدر وما أشفى ذلك كما قال الصحابة إلى غير ذلك من الأدلة مثلا حق الضيف نبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بالإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذه النصوص كلها استدلوا بها على أن في المال حقا سوى الزكاة ترجمة نانسي قنقر